حسين بمقتل بن زياد لكن مسلم اراد ان يستبقي على حجة الامام الحسين قوية قل فلله الحجة البالغة في التفسير الحجة البالغة الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لانه لا يمكن في قضايا الامام الحسين ان يكون هناك نقص او خلل او اي ثغرة نهائيا الامام الحسين اغلق لابواب على الجميع الامام الحسين وقف يوم عاشراء يقول ويحكم اتطلبوني بقتيل منكم قتلته لو كان مسلم قتل بن زياد كان الامام الحسين ما يستطيع ان يقول هذه الكلمة ابدا لانه لما قال اتطلبوني بقتيل يقولون له نعم ابن عمك مسلم قتل ابن زياد لكن الحسين قالها ولم يقل له احد لان موقف مسلم قوى حجة الامام الحسين سلام الله عليه يعني عرض نفس مسلم لنقد في ناس انتقدوه لماذا ما قتلت ابن زياد عرض نفسه لان الناس نظرتهم سطحية ولكنه بقي متمسكا بموقفه الى ان صلى صلاة المغرب بابي وامي التفت لم يبقى معه احد وانا مسلم جيش الجيش اربعة الاف معه كلهم حاملين سلاح و جاء بهم و احاطه بقصر الامارة في قضية هاني لما اخذوا هاني وسجنه ابن زياد عنده وصارت خيانة شريح القاضي شريح القاضي شريح القاضي الخائن اللي ما يحترم العلم وما يحترم القضاء التفت كيف؟ هو ايضا اوقع القضية في هذا المطب الكبير لان ابن زياد قال له اخرج الى مذحجها العشائر التي جاءت تطالب باخراج هاني وقل لهم ان صاحبكم موجود على قيد الحياة فخرج شريح القاضي قال لهم ان صاحبكم موجود على قيد الحياة وفرقهم شوف الدجل والكذب ولاحظ هذا موقف هالانسان كيف خذل الحق شريح القاضي ولم ينصره ابدا مسلم ابن عقيل روحي فداك يا سيدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة